يعني أنخش في الموضوع الأهلي وبار مونيخي الأول أجواء عندك إيه في ألمانيا هل يعني الصحافة المواقع فيه اهتمام بهذه المباراة فيه يعني اهتمام بالنادي الأهلي حسين المباراة سهلة حسين المباراة صعبة اللي بيدور في ألمانيا بعد وصول بار مينشن والله هو اللي بيدور في ألمانيا مزدار اللي بيدور في مصر بس هم طبعا بعد مباراة مبارح بارمينيخ لعبة أو بارمينشن لعبة هيرت بيرلين في بيرلين وقسبة 1-0 وبعدها الفرقة على طول تعاشوا واستقلوا الطيارة على أنهم يوصلوا الدوحة على طول فكان هنا السبوط موجود أو التركيز موجود عليهم إعلاميا في الفترة دي اتكلموا قال أنه هم مسافرين الدوحة راحين لعبوا بسؤولة قبل نهائي الكأس العالم للعندية ضد نادي كبير هو النادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا زعيم الكرة الأفريقية أتكلموا عن نادي الأهلي بصراحة كلام كويس جدا جدا هو ده اللي داري النهاردة برضو كانت في تفارير برضو في البوندس بيجا أن برضو بارمينخ لها بمبارح ومسافرين برضو نفس الكلام يلعبوا ضد النادي الأهلي نادي الأهلي نفس الكلام ونفس التاريخ يعني برضو حصلوا تاريخ النادي الأهلي فهو جالب النادي بارمينيخ مركز كالعادة ورايح قطر كالعادة مركز على أنه السوداسية كنادي يعني في الكادم دلوقتي وأكيد هو وجه مهيره جه مهيره طبعا لها الغلبة أو الأغلبية في ألمانيا ده بالنسبة لبارمينيخ طيب الصحافة الألمانية التي تقع المباراة زي ما قلت لك الصحافة الألمانية لت نفس الكلام اللي قلته لك أنه هم عملت انه هو مدش مهم جدا بالنسبة لهم علشان بارمينيخ يحقق السوداسية وهيلاعب فرقة مستهلة هي في رهيط النادي الأهلي يعني النادي القرن في أفريقيا حصلوا كتير جدا إنجازات جاءوا حتى المدربين بعض المدربين اللي مسكوا النادي الأهلي الألمان منهم ديتريش فيزا منهم جاء بورانة سوبل كأسماء يعني فدائما يعني شايفين النادي الأهلي النادي كبير والكرة المصرية بصفة عامة أكيد عارفين ما هي كرة كبيرة خصوصا بعد طبعا بعد بعد تقلق محمد صراح في إنجلترا والنيني ومعظم الناس اللي بترعب بره يعني فالناس دي أكيد برضو ساهمت يعني برضو مساهمة كبيرة لرفعة الكرة المصرية لو رشدت كده المسيماني المدير الفني ليه النادي الأهلي لمباراته أمام بير مونيخ أو نصائح كابتن محمد عظيمة هو مش نصائح ولحدة طبعا هل نتكلم كإعلاميين إنما هو أكيد يعني لو أنا ما كانوا مش هسمع يعني مش هسمع لحد لأن كل يعني مصر فيها ما شو الله علينا فيها مئة مليون مدرب الدولة العربية فيها أكثر من ربما مئة مليون مدرب فإذا لو سمعت لكل الناس دي كمدرب إنما إحنا نتكلم بيننا وبنبعد كده ميش اللي ممكن يعني يعني أنا اشتركوا في القناة